حالة استغراب عمّت أرجاء منصات التواصل الاجتماعي في الساحة العراقية بعد قرار حجب تطبيق تيليجرام والذي يعتبر الفاعل لدى مستخدمي المنصات الاجتماعية العراقية سيما بما يتعلق بالمنافذ الرسمية الافتراضية للمؤسسات الحكومية والأفراد من مسؤولين سياسيين في الحكومة والبرلمان وهيئات عدة ومنصات إعلامية إغلاق التطبيق جاء بناء على توجيهات عليا تتعلق بمحددات الأمن الوطني كما تقول الاتصالات لكن اللافتة في القضية ما أثاره بيان الوزارة حول أن التطبيق شكل خطرا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي بتسريبه بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين وهو قرار تتفق معه فئات من ناحية وجود قنوات تحرض على ناشطين وصحفيين وشخصيات سياسية وثقافية وأخرى تسرب بيانات العراقيين لكن فئات أخرى تختلف مع القرار من حيث أن هناك تناقضا في اتخاذه حول تطبيق تنشر فيه مؤسسات رسمية ومنصات إعلامية تعتبر رصينة عراقيا وهو ما فتح باب التكهنات بمصير مؤشر الحريات عند طيف واسع من النشطين تماما كما اعتبر البعض أن حرية التعبير والاتصال ظلت عبر قوانين تتخذ من بنود ومواد فضفاضة بوابة لتضييق الخناق على حرية استخدام الانترنت في البلاد ويذكر في هذا الإطار ما وصلت إليه تقارير ودراسات مؤسسات محلية وعالمية إلى نسبة أكثر من 90% من العراقيين لا يشعرون بحرية في التعبير عند استخدام منصات الانترنت الاجتماعية إلى أن لسان الاتصال الرسمي أكد احترام حقوق المواطنين دون المساس بأمن الدولة وهو ما يعلق عليه مراقبون من حيث أن القرار لم يدرس تبيعات سلبية ستعود على المؤسسات الرسمية والصحفية والإعلامية للدولة سيما أنها تعتمد اعتمادا شبه كلي على نقل المعلومات والحدث في آنه والأخبار العاجلة وغيرها من معلومات تهم الشارع العراقي موسيقى